المعارض الثانيلي الحمد لله كويس وفيه ترافيك عالي قوي وفيه ناس كتير قوي بتتكلم على توزيع وعيزة بدأ العميل المصري انه يتقبل فكرة ان هو يشتري المنتج المصري البديلة للمنتج المستورد هذا هو نسبة المبعاد الثانية طبعا عشقات القصة نحن كمنتج مصري بنشتغل دائما في حالة عدم وجود المنتج المستورد او الاجنبي فنهاردة الحمد لله لما عملنا منتج مصري بكوالتي اوروبي فلاقينا الحمد لله ان المبعاد نسبتها الحمد لله بالزيد على طول السيارات لو قلنا مثلا الازازة البوتل دي بتتباع مثلا في السوق 35 جنيه للي الناس كلها عرفها العادية سعر ايضا في السوق من 20 إلى 21 جنيه 2018 2018 بالنسبة القطع غرص خلي بالك 2018 هتبقى سنة يعني قوية جدا المنافسة فيها تبقى عالية جدا علشان خاطر اللي هيحقق في 2018 نفسه ويبدأ يوزبر على السوق وبرده خلي بالك ان السوق دلوقتي مش مشتقر في مصر فاللي هيقدر يسابر على موقفه ويوقف على موقفه لغاية آخر 2018 بداية 2019 بالنسبة له هيبقى هو الليدرشف السوق لأ ما بعد في 2018 طبعا ما كانتش ماشية بسكاتجول مزبوط كانت طبعا الجراف بيعلى وجراف بينزل تبقى اللي انت النهاردة كنت لسه بتحاول تفهم الناس او العميل بتاعك ان المنتج المصري هو هو المنتج المستورد موسيقى موسيقى موسيقى